موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمواكبة للحدث الأهم خلال هذه الأيام والفاجعة الأليمة باستشهاد آية الله الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له بعد حادثة الطائرة المشؤومة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخامنعي استقبل اليوم المعزين بعد إمامته لصلاة الميت على نعوش وأرواح الشهداء في العاصمة طهران وضمن المعزين كان الوفد العراقي برئاسة دولة رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة إقليميا ودوليا ويذكر أن إيران أعلنت الحداد لمدة خمسة أيام ترحما على أرواح الشهداء وحددت الثامن والعشرين من الشهر القادم موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية التزاما وتنفيذا لدستور البلاد بالبكاء والعويل والصلاة التي أداها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنائي هكذا ودع الإيرانيون رئيسهم الشهيد السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في العاصمة طهران بعد أن مرت مراسم التشييع بالعديد من المدن فما هي خصوصية كل مدينة؟ انطلقت المراسم من مدينة تبريز وهي عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية وهي أقرب عاصمة لمكان تحطم الطائرة وتعتبر ثالث أكبر المدن الإيرانية بعد كل من طهران ومشهد قم هي المحطة الثانية في مراسم تشييع الشهيد رئيسي حيث وصلت جثامين الشهداء بعد ظهر أمس الثلاثاء إلى المدينة التي تلقى فيها الشهيد رئيس دراسته الدينية وتحتوي مدينة قم المقدسة على مرقد السيدة المعصومة ومرت المراسم عبر موقعين مقدسين في المدينة مسجد جمكران وضريح فاطمة المعصومة وكانت مدينة قم المقدسة أيضاً المكان الذي درس فيه الرئيس الإيراني الراحل الفقه الإسلامية وبعدها وصل جثمان الشهيد رئيسي صباح الخميس إلى محافظة خراسان الجنوبية في طريقه إلى مدينة مشهد وهي إحدى المحافظات الحدودية للبلاد وعاصمتها مدينة بيرجندا والمشهد الأخير للوداع سيكون في مشهد إذ يصل نعش الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي حيث سيتم تشييعه ودفنه بجوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام ليلة الجمعة رحب بكم مرة ثانية ورحب كذلك بضيوفنا لأكارم بالستوديو الأستاذ مؤيد العلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي وكذلك الأستاذ مفيد السعيد الباحث بالشأن السياسي وبانتظار أن ينضمننا من إيران عبر سكايب السيد فادي السيد مدير مركز الأمة الواحدة للفكر الرحب بكم ضيوفنا لأكارم وأبتدل لك أستاذ مؤيد تشييع مهيب حشود مليونية انطلقت يوم أمس من مدينة تبريز لتشييع الشهيد الرئيسي والوفد المرافق له بحادثة الطائرة نتساءل اليوم عن الرسائل لأراد الشعب الإيراني إيصالها من خلال هذه المشاركة الواسعة وخصوصا أن المشاركة لا اقتصرت اليوم على فئة واحدة أو طائفة واحدة بل أن كل الجماهير الإيرانية نشارك بهذا التشييع بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب الكستاذ عباس وعلى أضيح الحكومة العزيز أستاذ مفيد وإلى كهذا المشاهدين في قناة الأيام يعني بدء أن نتقدم بكل آيات التعازي والموساطة إلى الشعب الإيران العزيز وإلى قيادته الحكيمة برئاسة وقيادة الإمام الخامناء إيدام وضله الشريف في هذه الفاجعة الكبيرة التي فقدوا فيها العديد من ركائز هذه الحكومة المهمة في الجمهورية الإسلامية أنا أعتقد هذه الرسائل كانت واضحة أن أستطيع أن نقسمها إلى رسائل داخلية ورسائل خارجية الرسائل الداخلية أنه اليوم الشعب الإيراني رغم كل ما يمر به من بغوط اقتصادية كبيرة جدا تضخم في الاقتصاد الإيراني حصار أمريكي وحصار غربي مطبق على الجمهورية الإسلامية لكن رغم كل هذه المعاناة الجماهير ما زالت تؤمن بنهج الثورة الإسلامية التي أسسها الإمام الراحل الإمام الخميني في عام 1979 وبالتالي تريد أن ترسل الرسائل الجماهير الإيرانية أنها ما زالت مستمرة على هذا الخط مهما كانت الظروف مهما كانت التحديات مهما كانت التضحيات هذه رسائل الخارج هذه رسائل الداخل الرسائل الخارج أنه طالما راهن الأعداء الجمهورية الإسلامية وعداء دول محور المقاومة على أن يكون هناك فجوة بين الشعب الإيراني وبين قيادته الحكيمة أو بين الشعب الإيراني وبين الثورة من خلال محاولات التظاهرات المسوسين في التظاهرات التي تحدثت تحت ما يسمى الحجار حرية الرأي وغيرها وغيرها الرسالة يعني بعض الرسالة هي مشتركة بين الداخل والخارج الرسالة للعالم الخارج أننا متلاحمون مع الثورة وحاضرون في كل المنعطفات الخرطيرة التي تمر بها وبالتالي هي رسالة تأييد اليوم رسالة تأييد ومبايع جديدة وبيع جديدة إلى الثورة وقيادتها المتمثلة بالسماحة السيد الخامنائي وأن الشعب الإيراني لا يمكن أن يفرط بمنجزات هذه الثورة مهما كانت التضحيات لذلك عندما نشاهد هذه الجموع المليونية في تبريس في قوم في طهران وسوف يكون في مشهد دليل واضع على مستوى الوعي والبصير التي يمتلكه الشعب الإيراني وأنه يدرك تماما الخطط الأعداء وبالتالي يجب أن يتواجد في الميدان ما يميز الشعب الإيراني عن كل شعوب المنطقة بالشعوب العالم دائما حاضرة تلاحظ في يوم القدس في ذكرى انتصار الثورة في كافة مفاصل الانتخابات هل هذه مبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية موجودة وثابة؟ نعم لبادئ لأنها أسست على مبادئ الإسلام المحمد الأصيئة التي يكون للشعب هو دور فيها ويشارك في السلطة من خلال اختيار من يمثله سواء كان في الانتخابات الرئاسية أو في باقي الاستعقاقات الدستورية والقانونية أيضا الرسالة الأخرى هي رسالة قوة أنه نحن لكل الأعداء سواء كان في داخل إيران وفي خالج إيران أننا الشعب الإيراني اليوم مستعدين وتحت أمر القيادة الإيرانية نستطيع ونفعل ما تؤمر لنا به بالتالي هي رسالة مزدوجة إلى الداخل وإلى الخارج واستمرار على نهج الثورة وهذا ما يويض الأعداء ويعطي استمرارية وزخن للقيادة الإيرانية أن تستمر بكل منجزاتها ومعطياتها وهذه الرسالة الأستاذ مفيد تأكيد باعتبار أن هذه المسيرات مشابهة لها بتشيع الإمام القميني رضا الله تعالى عليه مشابهة بتشيع الحاج قاسم السليماني والحاج أبو مهدي المهندس واليوم باستشهاد رئيسي وعبد الهيان وزير الخارجية والوفد المرافق لهما إيران والشعب الإيراني يؤكد دائما على مبدأ وحدة الشعب والتفاف حول قاته مثل ما ذكر أستاذ مهيد نعم تحية طيبة لك وغيفك أستاذ مهيد للشعب العراقي طبعا نعزل الأم الإسلامية والشعب الإيراني حكومة وشعبا بالفاجعة الأليمة التي مرت عليهم قبل يومين طبعا الرسالة ذكرها أخي أستاذ مهيد هي بحداتها مثل قوة للشعب الإيراني الاتفاف حول القيادة الإسلامية وكقيادة الوضع الحكومي الموجود هناك نفس الوقت هي بددت كل المخططات التي كانت فيها السابق قبل تقريبا عام ونصف من اليوم هي أرادة انزعزعت الوضع ونقرة سائبا هذا هو الشعب الإيراني الشعب غير منتفح حول الحكومة وغير منتفح حول الثورة ما شاهدنا اليوم من عامية التشييع مهيدة ذكرنا إلى ربما أكثر بكثير من موضوع التشييع المهيد بسيد الإمام الخميني الراحل رهوان الله تعالى عليه وأيضا بحداتها الرسالة الخارجة قوة الشعوب قوة الدول هي بالتفاف الشعب حول قيادة وحول دولة بصورة عامة والشعب الإيراني الشعب يختلف عن كل الشعوب لا يمكن أن نقارنه لا من الشعب العربي ولا من الشعوب الهجينة الغربية الموجودة فهو أبن البلد وأيضا متوارث موضوع الحب الأوطان كذلك لا يفرض في هذا المنجز الكبير اليوم يختلف عما كان قبل الثورة الإسلامية كذلك اليوم وصلت رسالة إلى الخارجة يمكن أن نختلف هذا الشعب من خلال كان موضوع التظاهرات أو زرع ناشطين مدنيين ويدعون إلى ما يسمى الحريات وغيرها وهنا السؤال هذه المسيرات وهذه الحشود المليونية وقفت اليوم هذه الأقاوير رغم أنها المأساة كبيرة بفقداننا بالتأكيد ونفس الحالة التي نأكد عليه هي هذا الشعب رأى من الحكومة هناك مبادئ ثابتة منذ انطلاق الثورة ولغاية هذا وحتى فيها بالاستمرار بالبيانات الموجودة هي المبدأ الإسلامي الأصيل المساواة ما بين الأفراد والمواطنين القضية الأساسية التي من أجلها قامت الثورة الإسلامية هي قضية فلسطين وتحللها من نبارات اليهود محاربة الدول الاستكبار مناصرة المستضعفين هذه ثوابت على مدار الرؤساء الثمانية التي مروا على تأسيس الدولة الجمهورة الإسلامية الإيرانية من بداية الثورة هي كلها خطوط ثوابتها خير تمثيل الشهيد الرئيسي والشهيد السين أمير عبدالهيان وباقي الأخوة في القيادة الإيرانية السيد الرئيسي يختلف عن كثير من الرؤساء الذي مروا على الجمهورة بقدمة هو تصدى إلى مرحلة ربما تكون صعبة في محاولة وكانت أصعب من عدهما استطاع أن يكون رقم صعب في مكان اللعب الموجودة ذات في مناطق شرق آسيا أخذ تغير صار واضح على المستوى الإقليمي ومستوى المفاوضات موضع الأقصى سأرجع لخصوصية القضية الفلسطينية عند الثورة الإسلامية وعند شخصية الشهيد الرئيسي أتسأل أستاذ مهيد عن أدوار هذه الشخصيتين وما أتسأل فقط بالداخل الإيراني باعتبار بالداخل الإيراني الأمور واضحة وخير مثال أنه في يوم الاستشهاد الشهيد الرئيسي موجود لإفتتاح سد فبالتالي يعمل لمصلحة الشعب أتسأل على الأدوار باعتبار هذا الدور شون كرسو لخدمة المنطقة والإقليم بسرعان أنا أتذكر عندما في يوم تنصيب السيد الرئيسي كنت ضيفاً على أحد القنوات وأحد المقدمين البرامج في تلك القناة سألني السؤال ما أعرف هو من بعض الانتقاص أو الاستعزاء قال متفائل جداً لك لطبعاً متفائل لأن السيد الرئيسي من رحم الثورة الإسلامية السيد الرئيسي عاشر كل مراحل انتصارات وإنجازات الثورة الإسلامية فبالتالي هو يحمل هم الثورة وهم الشعب وبالتالي يستطيع أن يقدم اليوم إنجازات السيد الرئيسي واضحة جداً السيد الرئيس وحكومته صارت باتجاهين أولاً دعم استمرار نهجهم في دعم محور المقاومة والموانعة والنهج الثاني هو نهج السياسة النشطة الذكية استطاعت الجمهورية الإسلامية من حكومة السيد الرئيسي وبرنامجه وحكومة الخارجي الذي خير مثله وخير تمثيل الشهيد حسين أمير عبداللهيان من خلال جولاته المكوكية على العديد من الدول طبعاً ترسخت علاقات الجمهورية في هذه الفترة حتى مع الدول التي كانت لها علاقات قوية أصبحت علاقات قوية متماسكة بشكل أكثر بالتالي اختلفت عن أدوار الشخصيات السابقة نعم يقيناً حتى نتكلم عن مستوى العراق أيضاً في هذه الفترة العلاقة أصبحت أكثر تطورة وأخذت مديات كبيرة جداً على مستوى وهو محور مهم جداً استطاعت حكومة السيد الرئيسي بقيادة المجاهد المقاوم السياسي سيد حسين أمي العبدالله الذي أعتقد أنه كان أكثر لاعباً وأكثر وزير خالجية فاعل على طول الحكومات الإيرانية وأكثر شخصية فاعلة في حكومة السيد الرئيسي استطاع أن يصل إلى ميادين ومساحات استطاع أن يسحب النفوذ الأمريكي والنفوذ الدول الغربية من بعض الدول المهمة في المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية تقارب كبير وأيضاً كان العراق دور كوجير في هذا الموضوع التقارب الكبير بين الجمهورية الإسلامية وبين السعودية أثر على استقرار العجيز من المنف وخير شهاد العراق كان هناك استقرار نوعاً ما بسبب الظروف السابقة عمليات التفجير الاحتقان السياسي والأمن والاقتصادي حتى مع الجمهورية الإسلامية عفواً مع السعودية التقارب بين الجمهورية الإسلامية والسعودية أثر على منفات مهمة في المنطقة منها العراق ومنها أيضاً اليمن أيضاً استطاعت إيران أن تقوي علاقاتها مع روسيا ومع الصين أكثر من السابق أن تدخل كعامل فاعل في اتفاقيات وتكتلات اقتصادية مهمة كبريكس وغيرها وشنغهاي التي بشكل أو آخر هي ضد النفوذ الأمريكي من خلال سرطرة دولار الأمريكي على معظم التعاملات الخارجية عندما تأتي هكذا اتفاقيات أن تكون هذه التعاملات بغير الدولار الأمريكي هذه سياسة دول أم أداء أشخاص؟ لا هي سياسة دول ستراتيجية دولة وثورة لكنها تحتاج إلى من يبرمجها أو يفعلها في أرض الواقع السيد الرئيسي والسيد وزير خارجيها وظوان الله تعالى كانوا خير من مثلوا هذا التمثيل ونفذوا هذه الستراتيجية أيضا ما يتعلق باللحظات الأخيرة ما حدث في أذربيجان من افتتاح سيد مهم هذا السيد له آثار ستراتيجية كبيرة جدا على مستوى أن أذربيجان تعتبر ساحة تلعب بها المخابرات الإسرائيلية والموساد الإسرائيلي بشكل واضح ومشكل صريح أن تكون علاقات طيبة بين إيران وبين أذربيجان هذا أمر مهم جدا أن تتواجد في ساحة يسيطر عليها أعدائك هذا إنجاز أيضا السيد يعني تقريبا خزن السنة واثنين مليار متر مكعب من المياه هذا يساعد أيضا على أن تكون هناك محطات كهربائية قد تنشئها موجودة في التصاميم وتم الاتفاق عليها مع جانب الأذربيجاني لإنتاج ما يقال بـ 270 ميجا واط هذا سوف أولا يساهم في توليد الطاقة الكهربائية التي تلك المناطق في منطقة أذربيجان الشرقية يساعد في خزن المياه بهكذا كمية أن لا تذهب إلى الفيضانات وتؤثر وتكون هناك سيول وخسائر بشرية وزراعية حتى اللافتات التي تواجدها في طهران من المدن الإيرانية تصورة رئيسي مكتوب خادم الشعب خادم الشعب أو في العراق سوميا خادم مرضى كل هذه الأمور شخصية إضافة إلى أنه برمجة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية في حكومة السيد الرئيسي إضافة إلى أنهم شخصيتين محبوبتين جدا السيد الرئيسي التواضع عندما كان يأتي عندما كان رئيس السلطة القضائية وفيزيات أربعين وغيرها كل هذه الأمور دعت كل الدول اليوم تحزن في حزن شديد على هذه الفاجأة الأليمة خلينا ننتقل لمناقشة هذا الدور أكثر إلى السيد فادي السيد ينضمننا عبر سكايم من طهران نرحب بك جناب السيد ونتقدم لشخصك وإلى الشعب الإيراني وإلى القيادة الإيرانية بالتعازي والمواساة بهذا الحدث الجلل في البداية وعطم الله أعزاء وعطم الله أجورنا وأجوركم بهذا الحدث الجلل أن يحمد الشهداء بواسع رحمته ويحشون مع محمد وآل محمد وأن يلهم الأمة العربية والإسلامية وكل الغير الأخيار والمجاهدين في العالم الصبر والسلمة أحسنتم كثيرا نتسأل جناب السيد عن آخر الأحداث والمخرجات الاجتماعات الحكومية الإيرانية بعد استشهاد القادة السيد الشهيد الرئيسي والسيد حسين أمير عبدالهيان ومخرجات هذه الاجتماعات أولا أنه كان الاهتمام خلال الساعات الماضية بتشهيع جنائز أو جثمين الشهداء في أكثر من محافظة إيرانية تمهيدا لدفنهم في مسقطي رأسهم ثانيا الإجراءات والمسالك السياسية التي تتخذوا إن كانت الحكومة أو الإدارات الرسمية في الجمهورية الإسلامية هي تأتي وفقا للدستور الإيراني الذي يحتم عليها أن تعين نائبا رئيسا خلفا للسيد الرحيم الرئيسي رئيسا للجمهورية وأيضا وزيرا للقادجية وهذا بالفعل ما حصل في الساعات الماضية القليلة إضافة إلى ذلك تم أيضا الإعداد وتعيين يوم للانتخابات لإعادة انتخاب رئيسا للجمهورية خلفا للسيد الرحيم الرئيسي وأيضا هناك اجتماعات من أجل إكمال عجلة السياسة خلال الخمسينة يوما من قبل الحكومة لأجل مسك زمام الأمور وإكمال عجلة الحكومة السياسية والتنفيذية إن صح التعبير والتعرف على وزير الخارجية وأن يأخذ كافة الملفات التي يجب أن ينظر إليها ويكون في أجوائها لإكمال مشوار سلفه السيد عبداللهيان رحمه الله وهذا الأمر من الأشياء الطبيعية التي يفرضها الدستور على الجمهورية الإسلامية وعلى كافة الأطياف في الجمهورية الإسلامية بالتالي نسأل أن الأشخاص المكلفين حاليا والمحمد مخبر المكلف برئاسة الجمهورية خلال هذه الفترة سيتم هذا الدور إلى حين تحديد الانتخابات هل هناك أشخاص حاليا مرشحين بشكل أكبر وأقرب يكونوا بدلاء للسيد إبراهيم رئيسي؟ هناك الكثير من الشخصيات وللأسف من يراهن بأن ذهاب السيد إبراهيم رئيسي أنه لم يعد هناك شخصيات مثل السيد إبراهيم رئيسي وغيرها من هذه الأمور والذي يلعب بأوراق وبالماء العكر من أجل تعكير صفوة الأمن الاجتماعي والسياسي في الجمهورية الإسلامية ويرهن على سراب لأن اليوم السيد إبراهيم رئيسي خرج من رحم الشعب ومن معاناة الشعب الإيراني واليوم وجدنا خلال التشيع وفي الأمس كذلك الأمر الملايين التي خرجت تشارك في تشيع جثمين الشهداء هي نفسها التي أوصلت السيد إبراهيم رئيسي إلى سدة الرئاسة وأيضا سيخرج الكثير من الأشخاص من رحم الشعب ومن معاناة الشعب الإيراني إن كان من الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المنطقة على الجمهورية الإسلامية وإن كان كثير من الأمور التي تتخذ ضد الجمهورية الإسلامية بسبب مبادئها ومبادئ الثورة التي رسمها الإمام الخميني وحفظها الشعب الإيراني ولا يزال يعمل ويجاهد من أجل التفاوض على هذا الناهج الكثير هناك شخصيات مرشحة كثيرة بأن تتولى المنصب وتكون لها الأهلية بأن تتولى منصب سدة الرئاسة وتكون خادمة للشعب الإيراني كما كان السيد برئيس طيب هذه هي السياسة الإيرانية لذلك أسأل أستاذ مفيد ما شفت فد وقت للصدمة وقت لضياع ممكن للقرارات الحكومية شفنا مباشرة نائب رئيس الجمهورية أخذ هذا المكان مكلب بوزارة الخارجية أكو سلاسة بهذه العملية شنون نفسر هذه الأدوار طبعا الجمهورية هي دولة مؤسسات ليس بدولة ردة ولا تتعامل مع ردات الفعل كما تحاول بعض الدول والطبيعة التكوينية طبعا النفسية الإيرانية تقترب عنها كل النفسيات الموجودة في العالم لو شاهدنا في أي دولة غربية لربما لم تكن ردة فعل سريعة بتكليف محمد مخبر أن يكون هو يستسيره أمور ولم يذهبوا باتجاه الدستور بقادة ما تكون هنا ربما هناك اللوبيات الخارجية من تصنع وتحاول أن تصنع شخصية بديلة كمان لاحظها احترام القانون والدستور هو ده قوة الجمهورية الإسلامية إيرانية وردة الفعل الذي تعزز الثقة بالفرد الإيراني هي سرعة الإجراءات الموجودة لا ننسى هناك من يتربص بأقل الفرص حتى ربما يزرع نوع من الفتنة داخل جسد الجمهورية الإسلامية فهذه إجراءات السريعة دليل على أنها هي دولة ودولة مؤسسات بقوية ولا يمكن اختراقها ولا يمكن الزرع فتنة أو زعزعة الوضع الداخلي الموجود تحديد الأشخاص وقف هذه الفتنة أثر شوف الجمهورية لا تعامل مع الأشخاص لم تقف عند رجائي بداية الدولة الأنشاها 1981 ولم تتوقف عند السيد الرئيسي فهي جامعة ومدرسة أفكارو ومدرسة شخصيات قيادية هذا الدليل على أن أصلها أصل المؤسساتي النظام المؤسساتي لا يعتمد على شخص الرئيس وقالما يصنع هناك شخصيات قيادية وقادرة وبتالي كل شخصية لها أدوار مكلفة بيها بالتأكيد لاحظ بعد استشهاد السيد قاسم سليمان من يأخلف؟ البديل البديل لا من البديل هو حاضر عند الدولة التي فيها تحديات ودولة تحترم القانون والدستور تحترم شعبها وأمام تحديات خارجية فلذا اليوم ربما فقط الشخص المقبل للرأسة سيواجه ربما تحدي هو لابد أن يكون بمستوى رئيسي في واقع الخدمات ونزول الخدمة الأكثر وبمستوى عبدالهيان في وضع السياسة الخارجية نعم هناك المتغيرات الخارجية تحتم على الجمهورية تذهب باتجاه استثمار الفرص الموجودة لسد شاغر أو لبما هي فرصة في واقع اللعبة الخارجية وهو سد هذا واستثمارها في تحقيق الأرض ما يخص الاستثمار أستاذ مؤيد يعني وزير الداخلية أحمد وحيدي فلال مراسم التشهيئ بكلمته ذكر من ما معناه أنه الشعب الإيراني سيحول كل مصيبة إلى درج للارتقاء بالأمة إلى أمجات جديدة هذه الحادثة ممكن أن تشكل بداية جديدة وتحدي مثل ما ذكر أستاذ مفيد بقادم السنوات بناء على الوضع الحالي والمؤطيات الحالية والقضية الفلسطينية من جهة والعقوبات الأميركية من جهة ثانية يقينا الجمهورية الإسلامية فيها العديد من نقاط والافتكاز ما تفضل به الضيف الكريم أن إيران هي دولة مؤسسات فعلا هي دولة مؤسسات والأهم والأبرز هو الوجود المبارك في سماحة آية الله العظمى السيد الولي الفقية على رأس القيادة في إيران ويعتبر من أهم صمامات الأمان وكان دوره قياديا وحكيميا مبارزا في الساعات الأولى الحادثة عندما خرج بتغريدة أو بيان سربت للإعلام إنما دعا الشعب الإيراني أنه لا يقلق إدارة البلد سوف تستمر هذه صحبة البساط من كل المرجفين ومن كل الذين يحاولون أن يتصيدوا في الماء العكر وأيضا هذه الكلمات التطعام الإطمئنان للشعب الإيراني هذا الوجود المبارك سماحة الله العظمى السيد الخامنائي الدستور الإيراني تعدد السلطات مشاركة الشعب والتفافه حول القيادة كل هذا تعتبر نقاط قوة وأرتكاس الشعب الإيراني دائما تعلم وتربى ودرس على أنه دائما يحول التحديات والمصاعب والتهديدات إلى نقاط قوة الثورة الإسلامية في أيامها الأولى تعرضت العديد من عمليات التشويه الإعلامي الإشاعات الدعايات الاختيالات محاولات اختيال السيد الإمام الخميني سيد الإمام الخامنائي في عام 1981 أول انتخابات السيد الرجائي أقل من شهر يعني بثقل هذه الشخصيات يعني الرحمة والغفراء بثقل الشهيد الرئيسي نعم كل هذه الشخصيات إيران هي ولادة القيادات إيران ولادة القيادات خصوصا على مستوى رئاسة الجمهوري نعم خصوصا على مستوى رئيسي لأنه بالتحديد بالتحديد الحرس الثوري وجمهور الثورة الإسلامية هو ولادة القيادات كانوا دائما يعملون على أن تكون هناك التطور العلمي امتلاك التقنيات التكنولوجية القدرة على الإدارة السياسة كل هذه الأمور لذلك عندما يتكلم وزير خارجية بهذه النقطة أولا وزير خارجية وتكلم بهذه النقطة هذه المفضلطة ينتكلم بها وزير التخطيط وزير التنمية لكن عندما يتكلم بها وزير الداخلية أراد أن يعطي فيها بعدا أمنيا إلى الداخل وإلى الخارج إلى خارج بأن الشعب الإيراني دائما ما يحول المصائب أو لا توزي المصائب وهذه المنعطفات الخطيرة يستطيع أن يتسلق من خلالها وأن يصل إلى مراتب عدية من خلال التفاق حول القيادة إيران كل الضغوط التي تعرضت لها أمنية ثمان سنوات مع الحرب مع النظام البعثي المجرم بعد ذلك الحصار الاقتصادي واليوم وصلت لذلك اليوم وصلت إلى أن تكون إيران دولة في طريقة أن تكون أمة في كل المجالات اليوم متقدمة وتحت المراكز العالمية على مستوى البعث العلمي في النانو في الخلايا الجذعية وغيرها وغيرها من هذه التفاصيل هذا بماذا أنا أتذكر في أحد السنوات كنت في جمهور الإسلامية تقيت من أحد الزوانات في الجامعات الإيرانية قالوا نحن في هذه السنة وحصلتوا جهات القائد نكون في الجهاد العلمي في تلك السنة بعد أشهر تابعت المقررات والمنظمات الدولية إيران استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى في البحث العلمي فبالتالي هذا القيادة تواجد وتضع عاليات وهناك من ينفذ وأكتعدد للأدوار والمهام في مختلف المجالات يعني وحدة هدف والأدوار تتعدد والشخصيات إيران لا يمكن أن تخف عند شخصية واحدة ممكن أن تستمر في ناجهة ستراتيجية طيب لذلك سيد فادي البعض اليوم يتساءل ويطرح في الإعلام أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عنصر مهم بين بلدان محور المقاومة وفي القضية الفلسطينية ولكل الشعوب والأحرار حول العالم هل أن هذا الدور سيستمر بعد فقدان مثل هذه الشخصيات الهامة؟ أولا في مسألة مهمة يجب أن نعلمها وخصوصا عندما تتعرض الجمهورية الإسلامية لأزمات أو لانتكاسات أو إن صح التعبير أو ما شكل منها أو ضغوطات من أجل إضعافها وإنهاكها وتمهيدا لتدميرها وتمهيدا لإسقاطها وتقسيمها المسألة الجوهرية من ناحية السياسة التركيبة السياسية الموجودة في الجمهورية الإسلامية الحاكم الأول في الجمهورية الإسلامية هو قائد الثورة الإسلامية ثانيا أن رئيس الجمهورية بالاعتبار السياسي هو رئيس حكومة تنفيذية يعني رئيس السلطة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية ويكون على رأس عدد من المزراء يحدد وفقا للدستور الإيراني ثالثا عندما نتعامل في دولة كالجمهورية الإسلامية دولة دستورية ودولة بكل معاني للدولة من ناحية أنها هي دولة ديمقراطية القيمة الأساسية والجوهرية للحكم في الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني وليس للقيادات وليس للأفراد وإنما القرار الجوهري والأساسي الذي يعود إليه القيادة في كل مرة إلى الشعب الإيراني فنجد مثلا على صعيد المثال أن السيد إبراهيم رئيسي كما ذكرت في بداية الحلقة أن هناك يافلتة كبيرة في إيران مكتوب عليها أن السيد إبراهيم رئيسي خادم للشعب الإيراني هو لم يكن فقط خادما للشعب الإيراني بل هو خادم للشعب الإيراني وللأمة العربية والإسلامية ولكل الأحرار في العالم هكذا هذه العقلية هذه النفسية التي تحكم في الجمهورية الإسلامية هي من أنجحت الثورة واستمرت الثورة لأنه ليس هناك طمع بمنصب وليس هناك طمع بأموال ومشاكل من هذا الأمر وإنما الكل يأتي تحت نفس أنهم جود من جنود الإمام المهدي عجل الله وفرجه وشريف ويعملون لخدمة الأمة وشعب الإيراني الأدوار هي الأدوار باختلاف الشخصيات نعم الأدوار مشابهة باختلاف فقط المسميات والشخصيات صحيح يعني أي شخص يذهب يأتي الآخر ويؤمن للمشوار ليس هناك أي مشكلة أو أي إضعاف للثورة الإسلامية وهذا وهذا النموذج اليوم في المنطقة هو نادر من نوعه لأنه اليوم إذا بننظر في الواقع الأمة العربية والإسلامية أو الدول العربية والإسلامية الصحة التعبير من يشهد الجمهورية الإسلامية من ناحية ديات الحكم ومن ناحية الدموقراطية ومن ناحية الدستورية بالنادر لا تجد أن هناك دولة على شكل الجمهورية الإسلامية لذلك اليوم نعتبر نحن الجمهورية الإسلامية هي قلقط بي من الرحة من أي محور في العالم لأنها هي مصدرة اليوم للدموقراطية الحقيقية في العالم. هي النموذج الراقي للديمقراطية العالمية في العالم. لأن الشعب هو مصدر السلطات. والشعب هو مصدر الشرع الأساسي والجوهري لشرعية الثورة الإسلامية في إيران. ولشرعية الدولة. ولشرعية الدستور الإيراني. لذلك اليوم نحن كلنا جميعنا نحتاج وندعو إلى أن ينتقل هذا نموذج الراقي في الجمهورية الإسلامية إلى الكثير من الدول العربية والإسلامية ليكون الشعب هو الواقع الحقيقي والحاكم الأول في العالم لأن اليوم نرى النموذج أنه 42 سنة أو أكثر من 42 سنة نجد التحديات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية. أي دولة أخرى في العالم. لو تعرضت لما تعرضت لها الجمهورية الإسلامية لكانت سخط من أول سنة. لماذا اليوم الجمهورية الإسلامية لم تسقط بل هي في كل مرة تخرج منها. ممكن هذا فسر الوزير الداخلية السيد أحمد وحيدي بتصريحه خلال المراسم الذي ذكرناه قبل قليل أنه الشعب الإيراني دائما ما يتخذ هذه الصعوبات كدرج للارتقاء أكثر انتقل لك أستاذ مفيد سألنا عن هذا الدور. أوضح جزء من عنده السيد فادي ما يخص السياسة الخارجية الإيرانية ودعم بلدان محورة المقاومة وهذه التوابط عند الثورة الإسلامية الإيرانية ما من الممكن أن تتأثر برحيل هذه الشخصيتين؟ شوف السبب قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة غير محتلة ولا توجد أديها غرف مخابرات تعمل كما تعمل ولا أوبيات كما موجودة في الدول الغربية بحد ذاتها هي دولة قرارها من رحم شعبها وقرارها قرار خالص إيراني مئة بالمئة لا توجد مثل غرفة عمليات غربية ولا شرقية ولا تدخلات ولا يوجد فرض لإرادة على إرادة الشعب وعلى إرادة السلطة فتلاحظ هي بليفل عالي ونجاح إلى نجاح وهيضا انتفاف الجماهير الموجود لأن لا يوجد هناك السموم تقول له رئيسي هو ليس إيراني هو باكستاني أو أدري أو عربي هذه هي من وجود الاحتلال ومن وجود الغرف المخابرات هذا دليل قوة الجمهورية وحتى الشعب ما متأثر مثل ولا يتأثر المحور المقاومة لا يتأثر بصورة عامة بوجود طرقنا هذا موضوع حتى الزمولاي هناك ثوابت خاصة من إعلان جمهور الإسلام الإيرانية وتشكيل وانتصار الثورة هو نصرة المظلومين ومحاربة دول الاستكبار وعلى أساس القضية الفلسطينية فلصاحب قضية ولصاحب هدف استراتيجي حتى إذا تلاحظ قضية فلسطينية بعد انتصار الثورة بشهرين تقريبا أو أقل من هذه المدة هذه المدة قصيرة إذن كانت من أولويات الثورة هي الدرجة الأولى هي تشكيل الحكم في الجمهورية بعد انتقال إلى الحكم الهدف استراتيجي إن شاء الله القريب هو تحرير فلسطين فالذلك إعلان يوم القدس العالمي إذا تلاحظ هذه القضية الفلسطين ودعمها ورفع هذا الشعار خسرت بالمقاسات الربح والخسارة ربما خسرت الكثير عزلة دولية حصار حرب كثير من الأمور وضغوطات خارجية سلطت على الشعب الإيراني مقابل مقابل هو أن يتخلى عن الهدف استراتيجي هو القضية الفلسطينية أو التخلي عن دعم المقاومة الموجودة في فلسطين هذه كل هذه التحديات بالمقابل يجعل لدى دول المحور و لدى فصال المقاومة الموجودة في أي بلد من البلدان يتمركز ويتجعل جدار خرساني كونتريتي بقوة الهدف و أيضا المشروع ليسه مشروع سياسي بحد ذاته هو مشروع إلهي اللي هو إحقاق الحق والعدالة و مشروع ثورة و مشروع ثورة و نصرة مظلوم هذه كلها أهدافية بغضاعة مشتركة لكن عندما تنظر إلى التاريخ كل التحديات الموجودة التاريخ الجمهورية هي واقفة و لا تتنازل عن أي هدف استراتيجي هو رسمتها منذ البداية واحدة من أهم التحديات أستاذ مؤيد مسألة العلاقات الخارجية و العقوبات الأميركية باعتبار اليوم البعض و منهم السيد ضريف محمد ضريف وزير الخارجية الإيراني الأسبق ينظر إلى أن السبب في هذا الحادث هو الجانب الأميركي و العقوبات الأميركية و مسألة استيراد قطع الغيار و الطائرات و غيرها من هذه الأمور فبالتالي نتسأل عن السياسة الإيرانية الخارجية هل أنه سيكون أكفة تغيير بعد كل هذه الأحداث؟ قبل عام الشهر الثالث في العام الماضي هذا السؤال سألت إلى الشهيد وزير الخارجية الإيراني سيد أمير شهد الله يان و قال سعارنا وسياستنا وستراتيجيتنا واضحة كما قالها الإمام الخميني لا شرقي ولا غربي فبالتالي الثبات على المبادئ واقعا هو من يحدد و يبين استراتيجية الجمهورية الإسلامية الجمهورية الإسلامية تعمل كما قلنا في حكومة السياسة عملت باتجاه المتوازين موضوع علاقاتها الثارجية حققت فيه انتصارات كبيرة جدا لا تقل أهمية على انتصارات التي حققتها في دعم استمرارها لدعم محور المقاومة و الممانعة الحصار الاقتصادي الذي فرض على الجمهورية الإسلامية واقعا هو لم يكن لما يتعلق فيه البرنامج النوي و يكون لنا نتذكى طبيعة المفاوضات التي حدثت و أن إيران هي أصلا ليست بنيتها تنطيق من بداية منطلقات شرعيلات و لأن تمتلك القنبلة النوية كل ما قامت في الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الغربية هو من أجل أن تفرم النوع الماء أو تعرقل انطلاق إيران في المنطقة تعرقل وتوقف دعم إيران إلى فصائل المقاومة في المنطقة و لكل جهات التحرر والمقاومة في المنطقة بشكل من أشكال أرادت أن تؤثر على إيران لكن إيران كانت واقعا تتعامع مع الأسبب بمنتهى البراعة استطاعت أن تحول كما قلنا و يعني في تغير على كلام مزيد الخارجي الإيراني حول التحديدات والتحديات إلى فرص استطاعت أن اليوم لديها اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات المحلية المحاصيل الزراعية استراتيجية لها عندها اكتفاء ذاتي و تصدر إلى الدول الأخرى أيضا اليوم حتى على مستوى الكهرباء اليوم نحن العراق بشكل أو آخر نعتمد على الغاز الذي لازم تجريل محطات وموليدات الطاقة الكهربائية من الجمهورية الإسلامية أيضا اليوم لا ننسى وفي تطور كبير جدا في ظل الصراع الروسي الأوكراني الطائرات المسائلة الإيرانية تتواجد وتقتنيها القوات الروسية التي ترتبر من القوات والدول الكبرى في العالم فهذا التطور الكبير لجمهورية الإسلامية لن يستطع آخرون أن يوقفوها بالتالي السياسة الخارجية لجمهورية الإسلامية هي سياسة ثابتة وواضحة تنطلق من منطلقات شرعية وإنسانية في دعم دول المقاومة والممانعة تنطلق من المنطلقات المنفع المتبادل والمصالح المتبادلة مع الدول الأخرى ذاك اليوم هي لديها علاقات جدا طيبة مع روسيا مع الصين اليوم ما حدث من خلال وجود الوفود دول متعددة روسية صينية جزائرية تونسية حتى طبيعة تفاعل للمملكة العربية السعودية في بيانها الأول يوم الاستشهاد تدل بشكل واضح على أن إيران حققت إنجازات كبيرة جدا على المستوى السياسي الخارجي هذا ماذا يبين؟ يبين على أن جمهورية الإسلامية أرادت أن تفشي المخططات إسرائيل وأمريكا في المنطقة من خلال دعم حركات المقامة في العراق في سوريا في لبنان في فلسطين في اليمن وبالتالي أيضا تفشي المخططات أمريكا التي وإسرائيل التي كانت تريد عزل الجمهورية الإسلامية ووضعها في زاوية ضيقة من خلال الحصال الاقتصادي ومن خلال شرطنة إيران أمام دول المنطقة ونحن في العراق هي الدليل على ذلك عندما ظهرت لدينا تظاهرات تحاول أن تلعن إيران أو تفصل العراقات بيد إيران لكن بقى إيران هي السند الإقليمي والعنق الستراتيجي للعراق والثبات في السياسات الخارجية لذلك ما حدث اليوم في التشييع هو أكبر دليل على أنجازات الثورة الإسلامية على أنجازات حكومة السيد الرئيسي في إفشال محاولات عزل الجمهورية الإسلامية عن باقي الدول التي تريد أن تساعد إيران حتى في التحقيقات وغيرها هذا بالتالي تطور كبير جدا على المسببات المسببات اختلفت وأنتقل لك سيد فادي واحد من أهم هذه المسببات مسألة العقوبات يعني البعض يتسأل أن الجمهورية الإسلامية تطورت في مجالات مختلفة لكن موضوع مسألة الطيران ومسألة الظروف الجوية كانت واحدة من المسببات لاستشهاد السيد الرئيسي والوفد المرافق له فبالتالي نتسأل هل أن هذه المسببات ستأثر على هذه السياسات الخارجية بالواقع هذه المسببات لا تؤثر على السياسات الخارجية وقلنا بأن الجمهورية الإسلامية مهما حصلت عليها ضغوطات وتعرضت لهذه الضغوطات لن تنكسر ولن تنهزم لأن اليوم الإرادة الشعبية هي الحاكم الأول في الجمهورية الإسلامية والخيارات والقرارات اليوم المصيرية هي تعود للشعب الإيراني الذي يحدد ما يريد ويختار لذلك نجد بأن الجمهورية الإسلامية تتمتع بقوة هائلة وكبيرة وضخمة وأصبحت هي القدوة لجميع الأحرار في العالم ثانياً عندما نتحدث عن السياسة الخارجية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية هي نفسها وعينها تتمشى مع السياسة الداخلية على نفس المنوال بأي معنى؟ بمعنى أن اليوم الاستراتيجية التي رسمتها حكومة السيد إبراهيم رئيسي هي استيعاب جميع الدول وخصوصاً والاكتمام الأول للدول العربية بشكل خاص والدول الإسلامية بشكل عام من أجل استيعاب الجميع وتسفير المشاكل فيما بينهم من أجل أن يكونوا كالقطب واحد في المنطقة ليحموا أنفسهم ولا يتمدوا على أي دولة من الدول الخارجية لأن اليوم الأمن يحتاج إلى مصداقية وأن الأمن والمناطق في الشرق الأوسط بمعنى الدول العربية والإسلامية تحتاج أن الأصحاب هي من تحمي أنفسها ولا تعتمد على الأمور وهذا ما كان ضربة قاسمة للدول الغربية وخصوصاً الاستكبار العالمي لأننا كلنا نعلم بأن اليوم أغلب الدول العربية والإسلامية وقوفها وصمودها من الناحية ديكتاتورية هو بسبب الدعم المفتوح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وليس للشعوب أي قيمة في هذه الأمور بل الشعوب مضطهضة في هذه الدول والأنظمة فالمراد اليوم بسياسة سيد إبراهيم رئيسي رحمه الله كانت تسفير المشاكل وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية والخارجية وأيضاً الاعتماد والمشاركة في حماية أمن المنطقة من قبل الدول العينها وليس من الخارج ثانياً عندما نتحدث عن مسألة على صعيد المثال عن المفاوضات والملف النوم الإيراني على مدى السنوات طويلة وطويلة وطويلة الجمهورية الإسلامية لا تستعجل في أي قرار وأنها تأخذ حيزاً كبيراً لأن تقدم على أي خطوة تصب في صالح وتحمي مصالح الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى ومصالح الدول العربية والإسلامية بالدرجة الثانية ولا تستطيع أن تتنازل قيد أنملة عن أي قرار من القرارات ثالثاً عندما نتحدث عن القضايا الجوهرية في المنطقة التي ترعاها الجمهورية الإسلامية وخصوصاً قضية فلسطين اليوم الدستور الإيراني يحتم على أي حكومة تأتي في الجمهورية الإسلامية على الدعم الأول للقضية فلسطين أي شخص يأتي وأي شخص يذهب هذا الأمر ليس له أي تأثير على أي دعم والقرار هذا الأمر بارتبار من الثوابت ومثل ما ذكرت حضرتك أنه موجود في الدستور الإيراني الإيراني نتسأل أستاذ مفيد هذا الوضع وهذا النظام وهذا الدستور القوي وهذا الالتزام بتطبيق مبادئ الدستور شكل فد أو رح يشكل فد خيبة لأجانب المتربص ممكن لهذه الأحداث أي حاول أن يستفيد من هذه الأوضاع شوف الجانب الآخر هو يحاول ويحاول أن يتصور الجمهورية كأي دولة ربما استطاع أن ينفذ إليها من الأبواب الذي هو يراها مناسبة للدخول ربما هو يذهب باتجاه موضوع حقوق الإنسان والحرية البشرية والحجاب ولم ينجح في هذا الجانب استطاع أن موضوع الحصار والضغط الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية و13 جارة لإيران ربما معظمها استخدمت بعض الضغوطات الاقتصادية ولم تفلح في هذا الجانب استطاع أن ربما في موقع تقويض النفوذ أو ليس النفوذ وقال الخناق على الجمهورية باحتلالها أفغانستان والعراق وحتى يكون مسيطر أم لم يفلح في هذا الجانب ذهب باتجاه أبعد هو محاول اقتصاص من قياداتها والعقول الكبيرة مثل سيد الحاج قاسم سلمان وبعض العلماء النووين في داخل الجمهورية ولم يفتحى شوفها كلها تحدث في ظرف عامين أو ثلاثة عوام من خلال فترة زمنية متقاربة تحاول الضغط على الجمهورية حتى تنفذ إلى الداخل أو تحاول أن تقلل من عزمها ومن هذا الليفل الصاعد لكن كلها لم تفلح بها آخر ما وصلنا إليه إن فاجأة طوفان الأقصى وموضوع محور المقاومة سطاع ربما الصواريخ من اليمن تضرب عمق تل أبي والأراضي المحتلة صواريخ وطارات مسيرة وهذا العرس الذي حلق من سماء طهران مرورا بالعراق وإصابة الأهداف الموجودة في داخل العمق الكيان الصهيوني هذا كلها عمليات فعل وردة فعل بالمقابل الجمهورية ذهبها بها تجاهها أنقذ القوة الجمهورية تكمن بالأساس هو القيادة الحكيمة والرؤية الواضحة والأهداف الستراتيجية الموضوعة هذه هي قوة الأمر الآخر الذي يعطي قوة أكثر نقطة قوة تحتمل عليه هو بلد غير محتل كماشر لا قاعدة ولا غرفة مخابرات تعمل به الأمر الآخر عقلية الفرد الإيراني تختلف نحن نأتي من الباب النفسي والعقلية تختلف من بلد إلى أخر حتى نحن بالعراق عقلية وضعنا النفسي يختلف من محافظة أخرى كذلك عقلية الفرد الإيراني العقلية الفرسية تختلف عن عقلية دول حتى لا تلاحظ ربما أدر البيجان هي قريبة من عثو باركستان لكن تختلف عقلية موجودة لكن أعتقد أن نتفق أن الميزة الأساسية للفرد الإيراني مثل ما ذكرت أنه هو الانتفاب حول الحكومة بالصعوبات بالتأكيد أكو وحدة بالموقف الشعبي أنا أقصد من ناحية الاختلاف هو عن محيطها اللي يدير بها كالجمهورية و13 دولة تختلف عقلية تختلف نسيته بحبه وانتماء الحقيقي لهذا البلد فبالتالي هذا يولد الاستقرار ويولد السلاسة بالتغيير والانتزام بالدستور هذا شنو أهميته اليوم إذا ما نذكر فقط إيران أهميته بالنسبة للمنطقة يعني اليوم في ظل التطور الكبير على مستوى التبادل التجاري تقنية المعلومات والاتصالات التي جعلت العالم عبارة عن قرية صغيرة لم تعد هناك سياسة كل دولة تعمل لحالها بدون أن تكون هناك لها تفاهمات أو أن تدخل ضمن تكتلات سياسية أمنية اقتصادية كل العالم اليوم يتعامل بهذه التفاصيل أن كل الدول تقوم ببعض الإنجازات أو بعض التحالفات أو التفاهمات إيران يعني دولة كبيرة جدا في المنطقة لها بعد جغرافي مهم جدا أيضا استقرارها السياسي استقرارها الأمني يؤثر على كل منفات المنطقة في عملية الوقت الصادق الذي ذكرها الضيف الكريم يعني كل العالم كان يقف على رجل واحده منتظر ماذا سوف يحدث وكيف سوف يكون الرد الإيراني إذا كان بمنتهى الدقة ومنتهى العكمة ومنتهى الذكاء الذي استطاع أن يقصف إسرائيل رغم وجود كل دفاعات الجو الأمريكية والإسرائيلية والأردنية وغيرها تتواجد وفعاله تالي اليوم أي استقرار لأي دولة في المنطقة يؤثر إيجابا أو سلما على باقي الدول الأخرى إيران هي لم تعمل فقط على استقرارها رغم ضعوفها إيران هي ما استاعدت ولدة العوام لاستقرار عديد من الدول العراق وكلنا شاهدنا وعاشرنا كيف قدمت يد العون بعد عام 2003 سواء عن كافة المستوىات الأمنية السياسية الاقتصادية أعطى الدماء خيرة رجالها بجمع من الشهيد حميد تقوي في بلد إلى الحاد قاسم سليماني في مطار بغداد كل هذه التضحيات إضافة إلى عمليات الغاز الطبيعي عفوا الغاز اللازم تجري المولدات والحصار الأمريكي لأنه لا تدفع لهم وكستي التشرلو تدفع لهم الحكومة تدفع لهم ما تدفع لهم كل هذه الأمور اليوم إيران هي عام لإستقرار المنطقة إيران عملت على إفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد إيران ومن تعاون معها من فصائل المقاومة العراقية ودول محمر المقاومة أفشلت المشروع الأمريكي مشروع الشرق الأوسط الذي كان يراد له أن يصمم تصمم منطقة غرب آسيا تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد الذي تحكمه أمريكا وإسرائيل بشكل أو آخر فشلت في هذا المشروع رجئت إلى عصابات داعش أيضا فشلت بدعم وأسناد الجمهورية الإسلامية التي رأيناها في العراق كيف قدمت الدولة الوحيدة المحيطة بنا قدمت الأسلحة وفتت مع خازنها بالتالي استقرار إيران يؤثر على استقرار كل الدول الأخرى وأعود وأقول إيران هي كانت عامل مساعدة رغم ظروفها رغم الحسار عليها رغم جراحاتها كانت عامل مساعدة على استقرار الدول في المنطقة لذلك اليوم تفضل الضيفة نقطة مهمة لماذا تكثلت الاختيالات في السنوات الأخيرة لماذا لأن الطرف الآخر بجاء يزوع تتراتيجيا اليوم الكل يدرك ومراكز الأمريكي ممكن حتى تكون هذه الخطوة هي آخر الخطوات التي يمكن يلجأ لها الطرف الآخر فشل بالعديد من الخطوات والعقوبات لذلك اليوم عندما يتكلم نتنياهو يترك حماس ويتكلم عن إيران يدرك تماما أن إيران وفصائل المقاومة هي من أوصية المقاومة الفلسطينية أن تنتقل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم أن تصمد لما يقارب ثمانية أشهر أن تنتقل من الحجارة إلى الصواريخ والبارستية لذلك تساءلنا عن أهمية هذا الدور وبقاء الاستقرار بهذا الدور وهذا الدور الإيراني ماذا شكل شكل نقطة مهمة جدا اليوم الكل يعني نعيش إرهاصات بناء وهندسة نظام عالمي جديد لم تعد أمريكا تسلطر على العالم هناك نظام جديد يتشكل من ضمن أقطابه قد تكون الصين بشكل فاعل الروسيا وأيضا دول محور ومقامة قيادة الجمهورية الإسلامية سوف تكون فاعلة في هذا لماذا؟ لأن موقعها الجغرافية التي يتحكم بمورات الطاقة تذكر وتكون أنت أستاذ مفيد والجميع يذكر عندما مجرد قصف أنصار الله الحوثين الأبطال للسفن الأمريكية والبريطانية في شريك عدن أربك العالم وأربك الحركة التجارة والوقود الذي يحتاجه وبالتالي نحن نمتلك يعني منافذ الطاقة ومنافذ التجارة في العالم وبالتالي إيران سوف تكون لها رقم صعب هي ومن يتبعها في أخطان أنا أشكرك الأستاذ مؤيد العلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي كذلك أشكر الأستاذ مفيد السعيدي الباحث في الشأن السياسي وشكر موصول كذلك إلى السيد فادي السيد مدير مركز الأمة الواحدة للفكر وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيبة المتابعة نلتقيكم بتغطيات أخرى إن شاء الله في أمان الله اشتركوا في القناة